في البداية أريد أقول كل عام أنتم بخير وليه الشرف الكبير أن أكون اليوم أمام أساتذتي من المعلمات والمعلمين وليه الشرف والاعتزاز أن أحتفل معكم بهذا العيد عيد المعلم صناع الأجيال وصناع المستقبل عندما نقول معلم نتذكر الحضارة لأن الحضارة أول ما تبدأ تبدأ بالتعليم فدول معلم دول محوري في صناعة الأمم والشعوب فكيف عندما يكون في عراق هو مهد الحضارة المعلم عن الحضارة والعراق هو أول من قدم للإنسانية المعرفة وقدم التعليم والحرف والكلمة والرسم والثقافة كان لكم دور كبير بصناعة الجيال نفتخر بالمعلم طبعاً في كل مساراته رغم كل التحديات الصعبة التي مر بها التعليم في عراق ما زال التعليم يقوم بدوره بمسؤولياته المعلم هو الأب والمعلمة هي الأم فوصيكم بالطلاب أهمية صناعة الجيل مؤمن بالمشروع الوطني العراقي ما عدنا غير المشروع الوطني اللي هو إجمعنا العراق مر بإزمات خطيرة منذ تأسيس هذا النظام عام 2003 ولحدها اللحظة وانخلقة الجيال وقعت في براثن الارهاب المتبوع جذورها كلها بعيدة عن التعليم لو كانت تعليم حقيقي لو كانت ظروف المعلم والمدرسة بصورة صحيحة كان مققتها الجيال تؤمن بالسلاح الحل بالحوار المر بظروف جاهة كورونا واثبت كفاة وصالة المعلمين دورها بالتوعية في الالتزام بالتعليمات وكذلك التدخيف فيما يخص التدخيف بالتباعد الاجتماعي وكذلك بالتدخيف المجتمع على خطورة هذا الوطني